سلسلة من نقاط التحول الحاسمة أدت إلى توجيه أصابع الاتهام لترامب في قضية أموال الصمت التي ظلت ميتة طيلة سبع سنوات لكنها بدأت تأخذ منحا تصعوديا منذ شهر يناير الماضي القضية عادت تحت عدسة المجهر حين قرر مدعي عام منهات ألفين براك بناء قضايا ترامب مجددا وإحياء الاتهامات الموجهة له رغم الاستقالات التي رافقت مجيئة حيث إن إعادة تشكيل نظام العدالة الجنائية في منهات سيكون نقطة تحول كبيرة يرهن من خلالها ألفين براك على مستقبله السياسي في القضية ضد ترامب وفق تقرير صادر عن نيويورك تايمز غير أنه بإعلان هيئة المحلفين في محكمة نيويورك توجيه تهمة جنائية لترامب تساؤلات كثيرة تلوح في الأفق حول النظرية القانونية الجديدة التي سيتم اعتمادها في التعامل مع ترامب وهنا أشارت شبكة أبيس نيوز الأمريكية إلى أن هذه النقطة تحديدا هي السبب التأخر في إصدار لائحة الاتهام حيث إن رجال القانون وجدوا أنفسهم أمام حالة من الفراغ القانوني بخصوص الوضع الحالي وهو ما يرجح التأخر في إصدار لائحة الاتهام التي تنص على الجرائم الموجهة لترامب لحين إيجاد مخرج قانوني وهنا يمكن أن يحاول المدعون العامون استخدام استراتيجية غير مجربة سابقا لتبرير توجيه الاتهامات لترامب وفق خبراء قانونيين